السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا هيئة الأرصاد الجوي الألمانية البارحة حذرت بشكل خاص في مقاطعة زالند من خطول الأمطار بشكل غزير وارتفاع منسوب من المياه والأنهار وحدوث فيضانات وهو مع حدثة البارحة في مقاطعة زالند تحديدا حيث ارتفع منسوب المياه ومنسوب النهر بشكل خاص يعني نلزع إلى رقم قياسي تاريخي حدثة فيضانات خطول مطري غزير جدا انزلاقات أرضية قطع العديد من الطرقات انقطاع التيار الكهربائي العديد من المصاعب كانت موجودة في المقاطعة البارحة والعينزاتسكيفتة أيضا القوى الإنقاذ توجهت 3000 مرة إلى 3000 يعني اتجاه لإنقاذ الناس الشيء المريح هو أنه لحد الآن حسب المعلومات المتوفرة لم تؤدي كل هذه العواصف إلى وفاة أي إنسان في مقاطعة زالند نجحت القوى الإنقاذ في إنقاذ جميع الناس أيضا من بيوتهم من الناس العليقين في بيوتهم مثلا وأيضا تنظيم موضوع الطرقات وحتى قطع التيار الكهربائي على المناطق محددة فكان في يعني أيضا عملية كبيرة جدا في مقاطعة زالند ولكن الكارثة أيضا كانت كبيرة نحن أيضا البارحة على هذه القناة حذرنا من ذلك وتمنينا على الناس يعني أخذ الحيطة والحذر وتمنينا للجميع السلامة فيه معلومة جدا كمان بتهمنا هي إذا ممكن الأحباء اللي بتعبونا مقاطعة زالند يكتبوا لنا إذا جاءكن تحذير عبر نظام السيل برودكاست على الهاتف من هذه العواصف أيضا أو الفيضانات فبيهمنا نشوف كمان إذا هذا نظام التحذير يعني هو نظام تحذير حتى من الكوارث البيئية من الحروب من كل شيء أيضا إذا كان فعلا قد تم استخدامه البارحة أتمنى تكتبو لنا بالتعليقات هذا الموضوع المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن أنه سيزور اليوم المقاطعة المنكوبة بشكل مشترك مع رئيسة وزراء المقاطعة عن كي غيلينة أيضا هي عن حزب الاس بي دي وليأخذ صورة مباشرة عن الأوضاع هناك ويقوم هو بشكل شخصي بتقييمها مع وجود معود أيضا بتقديم مساعدات سريعة للمتضررين من الفيضانات ونتمنى للجميع السلامة طبعا ليست فقط مقاطعة زالد ولكن بشكل خاصية المتأثرة أيضا مقاطعة بايان بعد نفوتنباك في هسن غيلند فالس أيضا كانت الأمطار غزيرة بشكل خاص يعني في جنوب وجنوب غرب ألمانيا الموضوع التالي منصتين تيمو وشيان اللي تحدثنا عنها في وقت سابق وأيضا لقي هذا الموضوع تفاعل كبير منكم وخاصة في التعليقات بين مؤيد ومعارض بين من يعني يمدح هذه المنصات وأيضا بضاعتها قياسا للأسعار وبين من يرفضها ويعتبرها ذات بضاعة رديئة أيضا من حيث الجودة شفنا آراء مختلفة ولكن حتى أكون واضح وصريحة ممكن ترجعوا للفيديو والتعليقات شوفوا أنه في عدد كبير من الناس يعتبر أن جودة البضاعة مقبولة قياسا للأسعار في وقتها نشرنا عن أن المكتب الاتحادي لحماية المستهلكين في وقتها قام بإنزار المنصتين تيمو وشيان بشكل واضح وصريح والآن منصة شيان تحديدا استجابت لهذا الإنزار حيث وجه الفابغوخة سنتغالبونس فابانت المكتب الاتحادي لحماية المستهلكين إنزار لمنصة شيان تحديدا الآن الذين قاموا الآن بالتوقيع على وقعوا على قرار للتوقف عن كل الإجراءات التي يقومون بها اللي تم انتقاد لأجلها بعد أن قام المكتب الاتحادي الآن لحماية المستهلكين بتوجيه إنزار لمنصة شيان تحديدا فإنهم قابلوا الآن وقاموا بها توقيع هذه الورقة التي تمنعهم من الأشياء التي كانوا يقومون بها وسيتم تعديل الآن صفحة الإنترنت لمنصة شيان الألمانية تحديدا على الأقل على مستوى ألمانيا طبعا الانتقاد هو أيضا أنهم يخالفون للقوانين الأوروبية ولكن على مستوى ألمانيا حتى 1-6 سيقومون حتى بتعديل صفحة الإنترنت في ألمانيا الأشياء التي تم انتقادهم عليها هي أنهم يقومون بخداع المستهلكين استخدام أساليب تجعلهم يدمنون على شراء المنتجات سياسة غير واضحة في الأسعار وضع الشخص تحت الضغط أنه باقي وقت حتى ينتهي العرض وأيضا موضوع الكوبونات والتخفيضات وسياسة الأسعار أيضا غير واضحة للجميع فكل هذا تم انتقاده أنه غير متوافق مع القوانين الألمانية وقوانين حماية المستهلك بشكل خاص دائما عم يتم إشارة إلى أنها يوجد فيها أساليب فيها خداع ومانيبولاتيون يعني أن السياسة خداعة في التعامل مع الناس هذا هو الانتقاد الرئيسي الموجه لهم بالإضافة إلى أشياء أخرى هنشوفها بالنسبة لمنصة تيمو لنا أيضا موفقة البضائع التي تبع مثلا مثل الأطفال مع القوانين الأوروبية فبالنسبة لمنصة شيئين الآن قابلوا الآن بتوقيع هذه الورقة بعد أي تم الاتفاق خارج المحكمة بدون اللجوء إلى القضاء لأن المكتب الاتحادي لحماية المستهلكين هدد باللجوء إلى القضاء فسيقوموا الآن بتعديل كل هذه الأشياء من الانتقادات الموجودة أيضا هو عدم وجود جهة واضحة للتوجه إليها بمعنى أنه لا يوجد في ألمانيا طبعا دائما لكل شركة يجب يكون لها عنوان، مكان، رقم، هواتف، إيميل للتواصل معهم كل هذا يجب أن يكون متوفرا وعلى صفحة الإنترنت عم يتم اعتبار أنها موجودة بشكل مخبأ وليس بشكل واضح فهل تسأل أحد منكم أين هو موقع الشركة؟ من أين يتم إرسال البضاء؟ من أين تتوجه؟ كيف يمكن التواصل معهم؟ ما هو خدمة العملاء الموجودة عندهم باللغة الألمانية أو الإيميل؟ هل هذا موجود؟ كل هذه الأسئلة يجب أن يطرحها للشخص على نفسه طبعا كثير من الأحباء مع ذلك مدحوا هذه المنصة والبضاعة التي يبيعونها ولكن عندما يتعرض الشخص لمشكلة من هذه الأشياء مثلا إرجاع بضاعة أو سؤال عن شيء مثلا إرسال بضاعة بالخطأ متى ستصل؟ يعني بعض الأمور من أين مصدر البضاعة؟ كل هذه الأشياء؟ ماذا يتم الغتوغن بيتم إرجاعها كمان؟ ماذا يحدث لها بموضوع حماية لبيع؟ كل مواضيع هذه هامة ومنظمة بقوانين في ألمانيا وأوروبا فيجب أن تكون شفافة أيضا للمستهلك أيضا منصة تيمو كانت قد وقعت في وقت سابق على نفس الوسيقة بنفس هذا الشكل تعد فيها بعدم لجوء إلى هذه الأساليب في بيع منتجاتهم في ألمانيا طبعا العديد من الأحباء شفنا في التعليقات السابقة بشأن نكون واضحين وصريحين يعني الشعورية هلأ نحن ما عدينا التعليقات تحديدا ولكن يوجد أغلبية يعني مع ذلك مدحة امتدحت هذه المنصات يعني أن بضاعتها مقبولة قياسا لأسعارها نقطة حابب أشير إليها وأيضا أن العديد انتقد فكرة أنه وجد تنافس سوقي بالنسبة للبضاعة التي تبع في ألمانيا أو المنصات في ألمانيا أو محلات بيع الألبسة مثلا في ألمانيا الأسعار غالية في ألمانيا طبعا الأسعار فعلا غالية في ألمانيا بالمقارنة السؤال هو مدى مطابقة أيضا هذه الملابس التي تبع مثلا للمواصفات الأوروبية النوع الأصبغة التي يتم استخدامها هل هي مصارتة أم لا فيه العديد من التساؤلات يجب أيضا النظر إليها هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا تم اتقاد فكرة أن ألمانيا منزعجة من أن منصة صينية تقوم ببيع بضعاتها بشكل ناجح في ألمانيا ففيه سؤال كمان يجب أن نطرحه على أنفسنا وحابب أيضا أشير إلى نقطة أنا في هذا الموضوع وهو أن ما المانع أيضا أن يكون قلب الشخص على بلده يعني نحن كلياتنا عايشين في ألمانيا وهد بلدنا وهد وطننا وهد مكاننا وأصدقائنا وأقربائنا كلياتنا هون ونحن لدى أيضا مصلحة بأن تكون الشركات الألمانية ناجحة العقلية الألمانية مش هنعطيكم فكرة عنه مثلا في شراء السيارات بشكل خاص خاصة في وقت سابق هذا تراجع الآن قليلا لأسباب رح أذكرها كان دائما في عقلية أنه لا أنا بدعم المنتج الألماني أنا بشتري سيارة فو في بشتري سيارة مرسيدس بيم في أودي بدعم الشركات الألمانية وإن كان سعرها أغلى من السيارات الأخرى مثلا سابقا الفرنسية أو مثلا البيجو أو الرينو وبعدها شاهدنا أيضا وصول السيارات الكورية إلى ألمانيا كانت غير موجودة في ألمانيا بشكل واسع الكيا وأيضا الهونداي كل هذه الماركات لم تكن منتشرة في ألمانيا حتى التكاسف في ألمانيا كانت حصرا مرسيدس نادرة ما تشوف سيارة أخرى الآن صارنا نشوف سيارات يعني من كل الماركات هوندا و هونداي و كيا كلها صارت تشتغل تكاسف في ألمانيا ولكن سابقا كنا نشوف حصرا المرسيدس كان في عقلية أيضا موجودة في ألمانيا أنه لا أنا بدعم المنتج الألماني بدعم السيارات الألمانية بشتري المنتج الألماني وإن كان أغلى ومن المفترض أن يكون زوجودة أفضل فإذا كانت إمكاناتي المادية تسمح بذلك لا أنا بدعم منتج بلدي منتج الوطني الاقتصاد الألماني بحب ألمانيا بحب بلدي إذن هذه العقلية أيضا تلعب دور وإن كنت أدفع عدة يوريهات زيادة بنفس العقلية الآن في موضوع الفاكهة والخضار تشجيع الناس على شراء المنتجات الألمانية مثلا البطاطا أو أي شيء آخر اللي بتم إنتاجه في ألمانيا أنه أنا أشتري المنتج المحلي لأنه بتم نقله لمسافات أقصر جودة أعلى المواصفات المفترض أفضل ولكن قد يكون بصار أغلى ولكن اللي عنده الإمكانية أنه يدعم المنتج الوطني إذن هذه العقلية أيضا تلعب دور في ألمانيا وإن كان في تراجع الآن لهذه النقطة طبعا بسبب تراجع نسبة الرفاهية اللي كانت أعلى حتى من ذلك في وقت سابق في ألمانيا ولكن مع ذلك هذه العقلية لا تزال موجودة فبتمنى أسمع أيضا رأيكم بكل هذا الموضوع حتى فيما يتعلق بعقلية دعم المنتج الألماني في الموضوع التالي بدء القلق الألماني الآن من الجارة هولندا فيما يتعلق بسياسة اللجوء بعد فوز أيضا الشخص اللي معروف هو في هولندا وهو جات فيلداس يعتبر شخص شعبوي يميني أيضا سياسة يمينية متشددة وهو ضد سياسة اللجوء والأجانب بشكل كبير وتنظيم هذا الموضوع في هولندا وصل الآن إلى الحكم كان صار فيه مفاوضات طويلة الآن بعد أن استقالت الحكومة السابقة للوصول إلى تحالف للحكم على ما يبدو أنه حدث الآن نوع من التوافق ويتم صياغة التحالف الآن من أربعة أحزاب الكل كان غير راغب بالتحالف معه وهو ما يقال في ألمانيا أن الأحزاب لا تريد تحالف مع آيف دي فالآن على ما يبدو سيتم التحالف معه وسيتم إنشاء تحالف حكومي الفكرة أن هذه الحكومة بدأت منزل الآن وهو شخصيا تحدث عن سياسة متشددة باللجوء لم تشهدها هولندا سابقا أبداً أيضاً هولندا تعتبر من الدول المتساهلة في سياسة اللجوء لحد الآن بشكل مشابه لألمانيا ومع ذلك الاتجاه هو إلى التشدد إذا تم اتفاق على ذلك ضمن برنامج الحكومي الآن إذا وصل إلى الحكم. ما هي أهم الأشياء أو ما علاقة ألمانيا أو علاقتنا الآن بهذا الموضوع؟ علاقتنا هي على الشكل التالي أنه وعد أنه سيتم مراقبة الحدود الألمانية الهولندية وأيضاً مع بلجيكا بشكل لصيق يعني بشكل كبير سواء عن طريق حواجز متنقلة أو حتى بوضع الحواجز على الحدود أيضاً الحدود بين ألمانيا وهولندا حدود مفتوحة نعلم أن ألمانيا تقوم بمراقبة الحدود الآن مع بولندا، مع التشيك، مع النمسا حتى مع سويسرا فالآن هولندا هي التي تريد أن تراقب حدودها بشكل أكبر مع ألمانيا المقصود بذلك أن من يصل إلى هولندا يعبر عبر ألمانيا وبالتالي هم لا يريدون ذلك فعلى الحدود سيتم توقيف اللاجئين هذا يعني أن ألمانيا هي التي الآن ستتكبد عن يعني عدد أكبر من اللاجئين الذين كانوا ربما يرغبون بالتوجه إلى هولندا وسيبقون الآن في ألمانيا بالأيضاً أنهم وعدوا بإعادة ترحيل لألمانيا أي شخص يثبت أنه عبر الحدود من ألمانيا إلى هولندا سيتم إعادته إلى ألمانيا وأيضاً مخالفة يعني يعتبر حتى التشدد كبير فيما تعلق بالاتفاق الذي حصل الآن بين دول الأوروبية حول قانون اللجوء في أوروبا ولكن ألمانيا الآن متخوفة وخاصة جهاز الشرطة أيضاً في ألمانيا رئيس اتحاد نقابة الشرطة في ألمانيا يعني يعتبر مع ذلك أن هذا التصرف صحيح هذه السياسة فالتخوف هو أنه يصير فيه يعني للاجئين الذين يريدون توجه إلى هولندا وأن يبقوا في ألمانيا وبالتالي يزداد الضغط على ألمانيا مرة أخرى اللي يعتبر إذن نقابة الشرطة في ألمانيا أن سياسة هولندا هذه ستكون صحيحة وسياسة الحكومة الألمانية الحالية ليست متشددة بما فيه الكفاية لتحديد أعداد اللاجئين الذين يصلون بطريقة غير شرعية ويعبرون الحدود بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا فهولندا إذا فعلا تم الآن تنفيذ ذلك ستشهد عهد جديد من التشدد في سياسة اللجوم وستتأثر ألمانيا أيضا بهذه السياسة إذا فعلا راقبت الآن هولندا حدودها بشكل كبير مع ألمانيا ومنعت دخول اللاجئين من ألمانيا إلى هولندا للوصول إليها كنا من الجولة على أهم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر